بسم الله الرحمن الرحيم لا بد من قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الصلاة الواجبة في الركعتين الاوليين على الاحوط وجوبا والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم جزء من كل سورة عند اغلب فقهائنا عند الاغلبية الساحقة كل سورة بسملتها بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر جزءا من تلك السورة وهذا تترتب عليه امور واحد انه لا بد من الاتيان بالبسملة عند قراءة السورة طبعا هناك استثناء وهو سورة براءة سورة براءة ليست فيها بسملة اما المئة والثلاث عشرة سورة الاخرى هي مية واربعطعش سورة براءة ما فيها بسملة اما مية وثلاثتعش سورة اخرى في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم كل بسم الله الرحمن الرحيم من هذه السوار جزء من تلك السورة يعني بسم الله الرحمن الرحيم اللي في بداية سورة اننا انزلناه في ليلة القدر هي جزء من سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم التي في بداية سبح اسم ربك الاعلى جزء من تلك السورة وهذا تترتب عليه امور واحد انه بما انه لا بد من قراءة سورة كاملة لا بد من الاتيان بالبسملة اذا ما قال بسم الله الرحمن الرحيم رأسا خلص الحمد قال قل هو الله احد او اننا انزلناه في ليلة القدر هذا ما قرأ سورة كاملة ترك البسملة والمفروض ان البسملة جزء من السورة فقد ترك جزء منها هذا واحد لا هذا في الفريضة في النافلة لا تجب قراءة سورة كاملة اثنين لا بد ان يؤتى بالبسملة بقصد تلك السورة يعني ممكن الانسان كان قاصدا لقراءة سورة مثلا قل يا ايها الكافرون قال بسم الله الرحمن الرحيم بها النية بعدين غير راية قال رح اقرأ غير سورة الحين نخلي قل يا ايها الكافرون لان فيها مشكلة اصلا العجول منها الى سورة اخرى غير التوحيد فيها منع وفرض نوى سورة القدر قال بسم الله الرحمن الرحيم بعدين قال لا رح اقرأ مثلا سورة الكافرون لا بد ان يعيد البسملة لان بسملة القدر غير بسملة قل يا ايها الكافرون حين هذه شوية تبدو غريبة واحد يقول هي بسم الله الرحمن الرحيم كلها مثل بعض شنو يعني في فرق ايه في فرق مو بالضرورة ايضا ان نعرف الفرق ربما المعنى يختلف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد احد التفاسير هالشكل يعني قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم هذه قل هو الله احد اتقولها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم بهالاسم الشريف ممكن هذا أحد التفاسير التي تذكر القرآن الكريم عميق مو كل واحد يعرفه الحين سورة الرحمن اش كثر تتكرر فيها الآية الشريفة فبأي آلاء ربكما تكذبان يمكن فوق الثلاثين مرة متكررة قريب نصف السورة فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه ما جاءت عبثا هالشكل الله تعالى عندما ينزل وحيا له حكم في ذلك له معنى كل فبأي آلاء ربكما تكذبان ممكن لما نربطها بالآية التي قبلها أو بعدها رح تعطي معنى آخر عموما هذا رأي الفقهاء كل بسملة لسورة هي جزء من تلك السورة حكم ثالث لو أن شخصا أتى بالبسملة بعد الحمد من دون أن يقصد سورة معينة قل الحين خلي أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأشوف أختار سورة ما يصير قبل ما تقول البسملة اختر السورة عين السورة التي تريدها ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم حتى تحسب من تلك السورة هذا حكم ثالث بعد حكم رابع يترتب على كون البسملة جزءا من السورة هو أنه يمكن اعتبارها في صلاة الآيات اعتبار البسملة في أحد الركوعات يعني مثلا صلاة الآيات صلاة الآيات الخشوف والكسوف في كل ركعة خمس ركوعات يقرأ الحامد ويقرأ شيئا ويركع الحين مرة يريد يقرأ سورة كاملة لا مشكلة إذا يحب يقطع لسورة سورة وحدة يأخذها يوزعها على الركوعات الخمسة بناء على القول بأن البسملة جزء من كل سورة سورة التوحيد قل هو الله أحد راح تصير خمس آيات مو أربعة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هاي خمسة صارت فيقدر بأول من وقف بدأ قرأ الحامد خلصها قال بسم الله الرحمن الرحيم قرأ جزء من سورة يركع يوقف يقول قل هو الله أحد يركع يوقف هذه هي سورة التوحيد راح تتقسم على الركوعات الخمسة لأن هي خمس آيات لما اعتبرنا البسملة جزءا من السورة صارت قل هو الله أحد خمس آيات صارت سورة أنه أنزلناه ست آيات مو خمسة ولو هم حاطين الابتداء الأرقام من بعد البسملة بس راح تصير ستة كل السور كلها راح تزيد رقم اللي أن البسملة راح تنحسب في المصاحف الشريفة عادة ما يحطون رقم واحد إلا في بسملة الحمد قدام بسم الله الرحمن الرحيم حاطين رقم واحد وإلى آخرها تصير سبعة ولقد آتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم بقية السور ما حاطين رقم أمام البسملة لكن إحنا لما اعتبرنا البسملة جزءا منها فكل سورة راح تزيد رقم طبعا إلا سورة التوبة اللي ما فيها بسملة هذا الرأي المشهور في الفقه السيد السيستاني يقول الأحوط وجوبان أن يبسمل الإنسان يقرأ البسملة للسورة التي يريد أن يأتي بها بعد الحمد الأحوط وجوبان ما يفتي ثم يقول لا يحتسبن البسملة في ضمن الآيات التي يقسمها في صلاة الآيات يعني إذا بالركعة الأولى مثلا من صلاة الخسوف أو الكسوف أراد أن يقسم له سورة البسملة ليحطها بروحها يحط وياها آية ثانية فإذا يريد يختار قل هو الله أحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يركع يوقف الله الصمد ركع وقف لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صارت أربعة بعد وحدة باقية وكفة الخامسة يقرى الحمد وسورة كاملة وإذا ما يريد هالشكل يسوي يختار لسورة أخرى اللي فيها خمس آيات فصاعدا غير البسملة حتى يقدر يضيف الآية اللاحقة مع البسملة ويقسم الباقي هي ستة بس على هالتقسيمة تصير خمسة نعم وبعد حكم ثالث يترتب على رأي السيد وهو أنه لو قرأ البسملة من دون تعيين سورة خلص الحمد قال بسم الله الرحمن الرحيم وقام يفكر شنو أقرأ قال أقرأ قل يا أيها الكافرون يمشي على كلام السيد السيستاني هذا يمشي لكن على الرأي المشهور لا البسملة جزء من كل سورة فلابد أن ينويها قبل أن يبتدع بها لا سورة الحمد أكيد ما فيها نقاش أن بسملتها جزء منها ما أدري السيد قال الأحوط وجوبا أن يقرأها الحين شنو معتبرها ما أدري بالمناسبة أحيانا يصير سؤال أنه إذا واحد أراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم آية من الآيات مثلا أراد أن يقرأ وذنون في صلاة الغفيلة وذنون الذهب مغاضبة وفي الركعة الثانية وعنده مفاتح الغيب بصلاة مثلا أفرض الوحشة يريد يقرأ آية الكرسي يبسمل لها يقول بسم الله لا ما يبسمل لأن هذه آية هذه ليست سورة خلص الحامد بصلاة الغفيلة رأسا يقول وذنوني الذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه ما يبسمل بالركعة الثانية انتهى من الحامد رأسا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو بصلاة الوحشة خلص الحامد الله لا إله إلا هو الحي القيوم هناك صلوات يوم عيد الغدير يوم المباهلة فيها مثلا عشر مرات آية الكرسي ما يبسمل لها يعني هذه آية وليست سورة نعم يجي سؤال ثاني بالأثناء مثلا بعض النوافل فيها مثلا ثلاثين مرة قل هو الله أحد ثلاثين مرة إنا أنزلناه كل مرة يقول بسم الله إيه كل مرة يقول بسم الله ثلاثين مرة قل هو الله أحد ثلاثين مرة بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثون إنا أنزلناه ثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذه سور سور كاملة يوم الجمعة وارد في ضمن أعمال يوم الجمعة أن يقول مئة مرة اللهم صل على محمد وآل محمد ومئة مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه ومئة مرة يقرأ سورة التوحيد هذه من أعمال يوم الجمعة هذه الثلاثة وي بعض الصلوات والاستغفار ومئة مرة قل هو الله أحد وهناك استحباب آخر عمل مستحب ثاني وارد وهي الصلوات على النبي وآله صلى الله عليه وآله ألف مرة هذه الألف بروحة ما لها الشغل بالمئة ومئة ومئة هذه المئة تلك المئة جاية مع الاستغفار مئة ومع قل هو الله أحد مئة وهذه الألف بروحة زين الحين صار يسوي هذه المئات جاء إلى قل هو الله أحد مئة مرة يقراها مئة مرة يبسمل كل مرة يقرأ سورة التوحيد يقرأ معها البسملة لأنها منها منها لأن إذا ما قرأها كأنه نقصها ما قرأ التوحيد يعني هذه مسألة أنها افتتاح أكو تساؤل يجي وهو أنه لما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله هذا إحنا اعتراضنا على من ينفي أنها من القرآن نقول لما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله جاب لسورة البقرة مكتوب بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جبرائيل قال بسم الله الرحمن الرحيم لو ما قال وحدة من اثنين إذا ما قال ليش كتبوها بالقرآن منو كتبها إذا قال صار وحي جبرائيل من ينزل من السماء ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذا وحي نزل جبرائيل من السماء قال بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها قال له ما قال بسم الله إذا ما قال ليش قات بيها منين جابوها من أين أتي بها إذا قالها صارت وحي انتهى الأمر فهي وحي من السماء أموما في الأماكن اللي قلنا ما يحتاج أن يأتي بالبسملة مثلا رادي يقرأ آية الكرسي ما يحتاج أن يبسمل الحين لو قال بسم الله الرحمن الرحيم فيه إشكال ما فيه إشكال يقول بسملة شيء مبارك قرآن شيء حسن لكن لا داعية لذلك يقدر رأسا يقرأ آية الكرسي آية الكرسي فيها كلام أنها تنتهي عند وهو العلي العظيم أو عند هم فيها خالدون لأن في القرآن الكريم إذا نلاحظ إلى هم فيها خالدون يصير ثلاث آيات آية وحدة ثلاثة مرقمة فهناك رأي أنه خلص آية الكرسي إلى وهو العلي العظيم إلا إذا جاء في مورد خاص تنصيص على أنه قرأها إلى هم فيها خالدون نقل لي عن السيد السيستاني أنه يحتاط بأن يقرأها الإنسان دوما إلى هم فيها خالدون الثلاث آيات لا يكتفي بقراءتها إلى وهو العلي العظيم زين يقرأ الإنسان بعد الحامد سورة في الصلاة الواجبة وحدة سورة وحدة إيه سورة وحدة بالله أجبه يقرأ اثنين ثلاثة يصير قايلين يصير لكن هذا في الفريضة مكروه وفي النافلة غير مكروه القرآن بين سورتين وأكثر في الفريضة في الصلاة الواجبة يقرأ سورتين ثلاث سور بعد الحامد مكروه إذا اكتفى بالواحدة أحسن في النافلة لا يقرأ ولو عشرين سورة نعم هناك أربع سور كل اثنتين منها تعتبران بسورة وهي هذه السور الأربع الضحى وألم نشرح هالسورتين هالسورتين تعتبران واحدة والفيل والإيلاف أيضا تعتبران واحدة ببسملتين يقرأ كل وحدة بسملتها لأن بسملتها ممكن معناها يختلف عن بسملة ذيك يعني هي مو مجرد تشابه لفظي ممكن معناها يختلف مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان زين لما نقول الضحى وألم نشرح نعتبرهم سورة وحدة معنى هذا الكلام أنه لو فرضنا واحد بالصلاة الواجبة بالفريضة بعد الحمد أراد أن يقرأ سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى لازم يقرأ وراها سورة ألم نشرح لك صدرك لأن إذا ما قراها معناه ما قرأ سورة كاملة قرأ بعض سورة في النافلة لا مشكلة في النافلة لأن يجوز أن يقرأ بعض سورة لكن في الفريضة بما أننا اعتبرنا الضحى وألم نشرح سورة واحدة يقرأهما كلتيهما كذلك سورة الفيل إذا قرأها في الصلاة لا بد أن يقرأ بعدها سورة لإلاف لإلاف قريش إلافهم لأنهما تعدان بسورة حين هذه إذا واحد يلاحظ هالسور الشريفة يشوف فعلا أكو ترابط يعني سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الخطاب يامن ويالنبي صلى الله عليه وآله ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الخطاب ويالنبي صلى الله عليه وآله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا إلى أن تخلص السورة وراها وراها مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك يعني في ترابط بالمعاني كذلك سورة الفيل ولإلاف الحين واحد لو يجي إلى سورة الإلاف يقول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش قد يتساءل يعني شنو لإلاف قريش كلام ابتداء يجي ربما شوية ما يكون واضح لكن لما تربط بالسورة اللي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ليش الشكل سوى بيهم لإلاف قريش إلافهم كأنه ارتبطت فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش حتى قريش تتألف ويجتمع شملها يعني بينهم أكو ترابط أموما الحين يعنيهم يعين البسملة لأن مكتوبة بسم الله الرحمن الرحيم أما إذا بالصلاة الواجبة ما يريد يجمع بينهم ما يصير إلا إذا كان يجهل عن قصور متقصير وإلا هذه المفروض كل فنتين سورة بروحك كل فنتين هما سورة وبالترتيب يعني ما يقرأ سورة الشرح أو الانشراح قبل الضحى أول شيء الضحى ثم يجي للشرح وما يقرأ سورة الإلاف قبل سورة الفيل أول يقرأ الفيل ثم يقرأ سورة الإلاف وصلى الله على محمد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة